طيب النهاردة الحكومة عملت حاجة انا شايف انها كويسة اه اه يعني ما هو لازم برضو لاحد ما انا ما احنا مش جايين نشتم بس على ذكرة لما تعمل حاج كويس هقولك انك عملت حاج كويسة الحكومة النهاردة رفعت الجمارك عن صفقة دجاج برازيلي اه او دواجن يعني عشان تبيحها بسعر مخفض لكن الحقيقة اللي وقفني في الخبر ايوه ايوه شكرا استنى استنى بقى حسان اقرأ اول سطر كده وفق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لكمية من مجزئات الدواجن المجمدة مش دواجن مجمدة الف طن انت واخد بالك يا استاذ خدت بالك من كلمة مجزئات دي خدت بالك من كلمة مجزئات بس كل تخوف يا جماعة يعني انا عرفت معلومات سابقة من دخول شحنات غير صلاحة الاستلاك الادامي وده كانت معلومات مؤكدة والحمد لله لما بقول معلومات مؤكدة ببقى عارف انا بقول ايه بسطر فانا بشكر الحكومة انها اعفت عشان تنزل فراخ بسعر الخيص تمام؟ ده رقم واحد رقم اتنين ارجو التأكد من صلاحيتها وجودتها تمام؟ رقم تلاتة انا بس باسأل انا كان عندي تصريح من يومين لوزير الزراعة والمتحدث باسم كل الحاجات دي كلها ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن انا انا في البرنامج ده وانا لسه شغال اسبوعه الطويل لما بخلصش ده مطلع التصريح ده ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن طب انت رايح تستورد وتعفل من جمالك ليه طبعا ما عندك اكتفاء هو بس السؤال يعني انا بقشيت بالقرار كويس انك عفيتها من الضرايب عشان تنزلها بسعر كويس عشان الناس تكل زفر رغم انها مجزئات قطع يعني من الدجاج من الدجاج معرفش بقى معرفش هي اهو شكرا يا احمد اهو يعني وزير الزراعة بنفسه مصر حقاخت الاكتفاء الذاتي من الدواجن والالبان وتسعين في المية من الاسماك تمام يا رجالة طب يعني حطيلي انت بقى صورتين جنبا بعد كده عشان انا اخوكو اخوكو الغالبان ده مش فاهم بس انت حققت اكتفاء ذاتي من الدواجن اكتفاء ذاتي دي يعني مش محتاج حاجة مباره طيب جاب الف طن مليون كيلو يعني الف في الف مليون مليون كيلو جايبهم ليه طبعا ما عندك اكتفاء ذاتي جوه عشان توقف سوق اللي جوه حد يجاوبني بس ولا دي سببوا بتاعت حد انا بس يعني انا بشيد اهو انا قلت بشيد في الاول بالقرار وكويس انك هتنزل بسعر الخيص بس يجاوبني على السؤال يعني وازن ما بين تصريحات وزير التموين ده مجلس الوزراء وبين تصريحات وزير الزراعة واحد فيهم كذاب او انت كلكم كذابين يعني مش هتفرق بس حد فيكم كذاب احنا جايبين دلوقتي ادي الخبر قدامكم في اليوم السابع او الخبر في اليوم السابع ادي الخبر اهو وفق مجلس الوزراء النهاردة اهو قدامكم اتنين وعشرين وهدي الخبر اللي قبل كده اللي هو بتاع تصريحات وزير الزراعة في اليوم السابع في مواقعكم والتصريح ده على فكرة قالوا في وجود ياسر جلال وقاعت فيعني ايه مين في كل كذاب عشان بس اني بعارفين يا جماعة مين في كل كذاب ولا دي سبوبة لحد ما تدقش قوي اهو بس احنا ايه بنقرفهم لان احنا بنمسك عليهم المسكات دي فهو ربنا يسطل ان شاء الله والمصدين ياكلوا ايه فراخ كويس يعني وزي ما قلتلكم قبل كده انه الحكاية حكاية يعني ايه مش مش جيدة في اه اه الخبر قدامكم الخبرين هم قدام بعض شكرا يا حساء الراجل ايه المخرج بتاعنا المحترم ده حطي لكل اتنين قدام بعض اهو وانتوا طلعونا الحقيقة فيه مين فيكوا اللي كذاب هنا عندنا اكتفاء ذاتي ولا هنستورد الف طن حد فيكو يعني يا جماعة ايه يقول لنا بس ايه الحقيقة فيه شكرا جزيلا